مرحبا برج الدالي اهلا فيك في قراءتك العام القراءة راح تكون من اجل الطالع والشمسي والقمري طاقة الدفاع الطاقة اللي طالع منها ثمان السيوف طاقة المستقبل تسعد السيوف هني اللي قاعدة اشوف اي صعوبات انت تحس انك تعاني منها خلال هذا الشهر كلها من نسج عقلك من نسج تفكيرك كلها دائما هذين كرتين ثمانية السيوف وتسعة السيوف تتكلم عن طاقة سلبية ولكنها حقيقة مش موجودة في حياتنا احنا نقعد نفكر فيها لحد ما تصبح واقع يوم الايام الطاقة اللي راح تحتاجها ستة السيوف لازم تبتعد عن الافكار السيئة والنفيجة لوضعك العملي الشيطان ليس بالضرورة مهل ما قلت لكم دائما كل كرت له جانب ايجابي وجانب سلبي ممكن هني يكون انك تتعامل مع شخص من برج الجدي لحد الان تأثيره موجود في حياتك منحيط طاقتك على الاقل وحتى على حياتك العملية ولكن في هذا الشهر يا برج الدلو هو مش شهر قرارات جديدة ولكن شهر الثبات تثبت على جهد انت اسسته في الشهور السابقة اشياء عملت ومشاريع عملت عليها وحولت انك تنجزها خلال فترة فاني ايضا اشوف انك حطيت لنفسك وقت معين قلت راح انجز هذا المشروع خلال هذا الوقت او راح خلال سنة اكون جمعت المبلغ الفلاني خلال سنتين على الكثير راح اكون وصلت الى المنصب الفلاني خلال مثلا وقت معين اكون راح خلصت الجامعة هذا النوع من التفكير هو سبب قلقك لانك ماشي على خطة وتريد ان تمشي عليها بحذافيرها في جانبك العملي عليك ان تتبع طاقة المرونة المرونة ثم المرونة هذه ليست فترة جيدة من اجل قرارات جديدة او حتى تغيير في مسارك التغيير الوحيد اللي محتاجه خلال شهر يونيو ان تحصل على نوع من الهدوء الداخلي محتاج جدا الى الهدوء الداخلي قلل من تفكيرك قلل من القلق قلل من الخوف من المستقبل محتاج طاقة مثل ما قلت لك الثبات راح نوضح الكارتات سبع الاقصان تسعة الاكواب وصلت الى مشيت مشوار طويل اطول من انك تتنازل عنه بسبب عراقل او صعوبات في طريقك هني كأنما الشي الوحيد اللي لازم تفوز عليه او تربح المعركة ضده هو عقلك الخاص اشوف ان هاي الاوهام ثلاث كرتات تقريبا تعكس لطاقة الاوهام المخاوف اللي ما لها داعي كثرة التفكير وايضا الكثير من التفكير السلبي انت حوارك الداخلي مع نفسك ما راح انجح ما حققت اللي اريده خلال هذا الوقت هذا شهر الابتعاد عن نمط التفكير لانه هذي مش فقط فكرة تأتيك وتذهب نمط صاير عندك النمط هو شي قاعد يتكرر ويتكرر بكثرة لحد ما يؤسس لنفسه نمط بداخل نفسنا احذر من هذا الشي مشهد مشوار طويل من اجل ان تحقق لنفسك امنية في امنية في قلبك كل واحد من برج الدلو في امنية واحدة كبيرة او باب معين انت حطه في بالك اذا انفتح لك هذا الباب راح تنفتح بعد كل الابواب اللي ترغب فيها كل الابواب من بعد هذا الباب عبارة عن ابواب ثانوية فرعية مثلا باب المال باب نجاح مشروعك باب حصولك على المنصب هنا اشوف ايضا ترفيع ترقية كأن ما عندك نوع من الخطوات اللي تريد ان تمشي فيها انتقال خلنا نشوف ثمانية السيوف تحس ان انت ما تستطيع ان تصل للحياة اللي تريدها هذا احساسك الخاص خلنا نشوف النصيحة لك تحلى بالامل تحلى بالامل والصبر هنا عندك طاقة الامل والصبر برج الدلو عرفت الحين شلو سبب قلقك ان تريد ان تقفز او خطواتك تكون كبيرة عشان تصل لمرادك تشوف مرادك او امنيتك بعيدة عنك ولكن لازم تدرك حقيقة واحدة ان الله سبحانه تعالى عندما يكتب للباب اللي يفتح من بعد كل الابواب ان يفتح امامك ينفتح لك ما رح يكون في تأخير انت في مكانك الصحيح في وقتك الصحيح تحلى بالامل لا تكعد تفكر دامنا مثلا دخلي هالكثر خلال شم رح اجمع المبلغ اللي احتاجه من اجل مشروع اشلال رح ارتب امور المادية الكثير من طاقة التفكير والخوف والقلق لا تفكر اشلال رح تصل الى مرادك ما بين تسعة السيوف وتسعة الاكواب امنيتك في الطريق ولكن لا انت الدقق بينك وبين نفسك في متى وين وكيف الطريقة لا تدقق خلنا نوضح تسعة السيوف الغصنين اشوفك هني كأنما عملت على مشروعين او حاط في بالك فكرتين رح تعمل عليهم ولكن في نفس الوقت عندك شك مش وافق المشروع الاول تحس انها ما رح يوصلك الى مرادك وايضا المشروع الثاني عندك شك بخصوصهم عندك طاقة عدم ثقة ولكن مثل ما قدلك في بداية القراءة كل هذه الطاقة قاعدة تأتي من عقلك انت مش حقيقية تسعة السيوف طاقة غير حقيقية غير موجودة احنا ننشئها بنفسنا احنا اللي قاعدين نخلق هذا الطاقة لما تنظر الى هذا الكرت على حقيقة الغصنين رح تدرك ان انت اسس لنفسك او زرعت غصنين ثابتين في الارض طالة زمان او قصر رح في النهاية يبرعمون ويثمرون ولكن لا تدخل في التفاصيل لا تدخل تركز في طاقة اللي انا انتظر مثل ما قلوا فيه مثل ان الماء لا يغلي ونحن ننظر اليه هذه هي الرسالة لك اختصار لا تكعد تنتظر وتحسب الوقت وتحسب الدقائق والساعات لان انت جدا مشتاق للحياة للانجاز اللي تريد ان تحققها افهم طاقة الاشتياق طاقة جميلة ولكن لا تدخل محتاج شوية الى طاقة الهاء ستة السيوف الكوب الاول بالضبط تعرف شوف هنا انت عاطي ظهرك لفرصة في يد هنا يد دائما الكوب الاول الخماس الاول عبارة عن فرصة تأتينا من الله سبحانه وتعالى مثل ما قلت لك شن قلت لك قلت لك الابواب الباب الاول اللي ترغب شوف هنا عندك الكثير من الاماني في باب واحد باب الثراء او باب العلم او باب الهجرة اللي انت حطه في بالك وهو رح يفتح كل الامنيات الباقية بعده انت هنا ما قاعد تشوفه امركز على الوضع الحالي ابعد تركيزك عن الوضع الحالي لان الماء ما رح يغلي وانت قاعد تنظر اليه لما شوي شوي بس على الاقل تسحب اهتمامك تركيزك تكون مركز في اللحظة اكثر ما مركز متى رح يصير حلمي متى رح يتحقق حلمي اهني رح يبتدي ما رح يبتدي حتى اهني رح يتحقق كأنما رح يكون فجأة انتقال فجأة من مدينة الى مدينة من عمل الى عمل من وضع يوم من الايام انت تكون موظف عادي وبين يوم وليلة تصبح مخترع تصبح انسان صحب منصب عندك انتقال نوعي ولكن الانتقال السرفي رح يأتيك وانت مش قاعد تنتظره انت هني في طاقة الانشغال في مشاريعك الحالية اوكي نوضح اخر كارت وهو كارت برج الجدي ممكن يكون شخص تتعامل معه بالضبط ست الاقصان كارت الانتصار كارت الانتصار ننهي القراءة بهاي الكارتين مثل ما قلت لك هني اليد الالهية يد الله سبحانه وتعالى عطاء الله سبحانه وتعالى هو فقط القادر على ان يفتح امامك في باب او سد حتى مش باب سد كبير امام برج الدلو لان برج الدلو من الابراج الطموحة يحط امام نفسه اهداف عظيمة هذا الباب مرح ينفتح بسبب جهودك الشخصية لا ينفتح بسبب كأنه موافقة الحين اتت الموافقة او منح برج الدلو الموافقة ان يفتح لهذا الباب اللي راح من بعده تقدر تحقق لنفسك كل ما تشتهي وترغب ونشوف الوضع الحالي عندك الوضع الحالي هي طاقة اللي قلت لك ثمان السيوف تسعة السيوف طاقة الاوهام انت قاعد تشوف الواقع واضيف عليه مخاوفك الشيطان هني موجود في المنتصف مقيد معاه شخصين بالاغلال قاعد تفكر وضعي الحالي مشاريع اللي ابتديتهم جهودي حتى دخلي دخلي ليس حتى قريب من المستوى اللي اتوقع واطمح اليه شو ما تقولين لي يا علي اني بين يوم وليلة راح اصل الى مبتغاي هذا شي بيد الله سبحانه وتعالى مش بيدي انا اوقات بعض الابراج يكون انتقالهم خطوة بخطوة لكن ثقبي خصوصا برج الدلو انتقاله ما يكون خطوة بخطوة انتقال لانه طبيعته هوائية لانه هو ملك الابراج الهوائية البرج الاساسي انتقاله ابدا ما يكون هادئ انتقال نوعي وسريع وبين يوم وليلة فانت هنا لما تركز على الواقع اتركز شلون راح اقدر اتخلص شلون راح اقدر ادير شيئين عندي مثلا زواج وعمل زواج ودراسة زواج وابناء في الوقت اللي انا قاعد احاول فيه ان احقق نفسي او احقق امنيتي التاري يقول لك هذا الشيء مو بيدك لا تعتمد على جهودك الشخصية لا تعتد بنفسك لا تعتقد ان انت هني اللي بيدك الكنترول تقدر تحقق الشيء على حسب جهودك الخاصة لان على حسب جهودك الخاصة ما في جهود انت ممكن تسويها عشان تفتح امام نفسك هذا الباب كل اللي انت تقدر تسوي التفاؤل والاجتهاد ستة سيوف مقابلها ستة الاخصان التفاؤل والاجتهاد والباقي تخليه على الله سبحانه وتعالى لا تفكر اشلال يوم من الايام راح اقدر تريد وعندك رغبة ولكن دائما ترجع لشلال راح اقدر الانتصار ها ذكرت الانتصار النصر راح يكون حليفك هذا يتكلم عن التتويج بين يوم وليلة يتكلم عن شخص على الحصان وكل الاخرين مقارنة في واقفين على الارض اقل منا منزلة اقل منا مستوى راح تحصل على مكانك الصحيح اذا تشوف ان الموضوع في تأخير اتأكد لان الله سبحانه وتعالى ما راح يسمح لك ان تدخل في وضع شائك ما راح يرضى لك الا بالافضل تدخل الوضع تدخل الحياة الجديدة وانت متوج وانت مرتاح من اجل ان يتحقق لك هاي الاسباب الموضوع راح يأخذ شوية مثل ما نقول اشياء تحدث خلف الكواليس انت ما قاعد تشوفها مو كل شي ما نشوفها ما نؤمن فيه اؤمن ان اللي قادم في طريقك هي مساعدة الهية الشخص اللي على الحصان دائما يرمز ايضا الى الشخص اللي يهرع الى مساعدة الاخرين في مساعدة الهية انت جدا في امثل حاجة لها في شهر يونيو راح تهرع اليك وتدخل في حياتك فجأة ننتقل الان الى الجانب العاطفي القراءة العاطفية طبعا انت من الابراج الذكية اللي ما تحتاج مني الكثير من التوضيح انا اثق بطبيعتك الهوائية القراءة ممكن تكون عكسية يعني لما اقول الشريك يفعل كذا وكذا ممكن انت اللي قاعد تسوي كذا وكذا انت اللي تعرف وضعك مع الشريك اعكسها بما يناسب وضعك نشوف برج الدلو الحيال العاطفية خلال شهر يونيو اول كرت جوجمنت اوكي الحكم النهائي اشوف برج الدلو تعب من الروحة والرجعة التأرجح بين القرارات وايضا في نفس الوقت تتمنى ان يكون في رجوع لشخص رجوع لفرصة ملكة النار قاعدة هنا تفكر لو رجع فيك الوقت رح تتصرف بشكل افضل رح تعبر دائما ملكة النار هي الملكة الواضحة تقول رغباتها تصارح الاخرين بدوافعها بدون ما تخاف تتكلم بدون ما تخاف ملكة السيوف ايه هي اللي تسحب السيف على الاخرين هاد الملكة تحصل على ما تريد كأنه هنا تتمنى ان يرجع فيك الوقت وتصير امامك فرصة جديدة عشان تكون اوضح مع الشريك اتفكر هنا ان وضوحك راح يكون جنبك او جنبك في الماضي الصراع قاعدة تقول تلوم نفسك فيه طاقة لوم النفس لو انا كنت واضح معاه كان ما حدث الانفصال كان ما حدث الاختلاف كان ما حدث الابتعاد اربعة الاكواب واخر كرت عشرة الاخصان راح اوضح الكرتات ولكن بما انه اخر كرت عندنا هو عشرة الاخصان برجة دلو في الحياة العاطفية يقول لك خلال هذا الشهر لا تلوم نفسك لا تحمل نفسك اكثر من طاقتها فيه امور حتى لو انت تصرف في مواقف حتى لو انت تصرف فيها بشكل مختلف راح تحدث نفس النتيجة او نتيجة مقاربة او نفس النهاية ليش؟ هنا يتكلم لك عن اربعة الاكواب لما انا او شخص ثاني نكون ما نرغب في البدء بعلاقة جادة البدء بعلاقة جادة البدء في الاستثمار مع الشخص البدء في الالتزام ممكن تكون حتى انت ما في استعداد مخطط او مقرر حتى قبل ان يلتقي فيك انه هو مبتعد عن الحب انت هناك انا ما يقولك لا تقعد تعيش في صراع داخلي انه انا لو انتصرفت لو انا كنت واضح لو انا لو انا كان الامور لو انا صبرت طاقة الماهي طاقة الصبر لو انا ما استعجلت في ان ادخل معاه في نقاش او خلاف النصيحة لك لا لك لوم نفسك هذا الشخص اصلا ما كان عنده استعداد يمكن وجوده هنا الجاجمنت او كرت الحكم معناته انه كان منغلق هنا اشوفه منغلق عن الحب بشكل عام مش بسببك انت فلت لهم نفسك ولكن اشوفه كأنه في الفترة القادمة ثو ابتدى يستيقظ كرت يوم القيامة هي يرجوع الاموات الى الحياة ثو ابتدى يستيقظ على الفرص اللي فاتتها معاك ثو ابتدى يستوعب حتى انه فقدك ستة الاخصان مرة اخرى اوكي اربعة السيوف خمسة الاخصان خمسة الاول اربعة الاكواب الكوب الاول نعم عندك شخص كان مش مستعد انه فعليا او على ارض الواقع فكرة او طاقة كان موجود معاك و لكن مش مستعد انه يظهر العلاقه علنا مش مستعد انه يدخل معاك في التزام لما انت واجهته تحدثت معاك بخصوص الالتزام بخصوص العلاقه شفت منه شوية طاقة انسحاب طاقة ابتعاد و لكن مثل ما قلت لك دامنا احنا ابتدينا بكرة الججمند رح يكون توا بداية استيقاظه خلال هذا الشهر من سبات عميق اهني ايضا هذا كرت السبات و اخر كرت و مستعد انه يأتي في دربك يعتذر هذا الاعتذار او حتى العرض بشكل غير مباشر احتمال انك تتعامل مع ابراج ترابية عذراء جدي ثور والابراج المائية هني قاعدة اشوفها ايضا عندنا طاقة كل الابراج حوت عقرب سرطان الابراج النارية هي حمل و اسد و قوس كلهم موجودين هذا حق الاشخاص اللي يحبون اني مثلا اذكر الابراج دائما انا اقول طاقة الكروت ما يملكها برج معين ممكن يكون شخص هوائي يمتلك كل الطاقة النارية خلال شهر يوم وهو شريكك نشوف اخر كرت الغصن الاول اتعرف احنا لازم نموت قصة ان احنا لازم نموت عشان نقدر نعيش من جديد شفت الزرع او الارض المزروعة اللي صار لها فترة ولكن كأنما لسبب ما يحرقونها يحرقون الزرع كامل من اجل ان عيدون بناء شيء عليه او عيدون يزرعون الارض نفسها تصير اكثر خصوبة هذه هي قصتك باختصار مع الشريك لما انت كنت مستعد هو كان غير مستعد ما عنده تقبل ما عنده انفتاح يرغب ان يكون معاك فيه عنده طاقة النار انجذاب لك حتى هو مش مدرك ليش ينجذب لك لانك مرجد له شي طبيعي ولكن لما على ارض الواقع قلت لك طاقة النار انا ناخذ العلاقة على ارض الواقع يكون فيه شيء ملموس امام الناس يشوفونها شفت النار ايش رون الناس يشوفونها يحسونه بدفئها على ارض الواقع كانت كانت كان ما عندك انت مطالبات انه ثبت العلاقة يا شريكي يا حبيبي ثبت العلاقة اريد ان اعرف وين رح الروح شنو اسم علاقتنا وين احنا متجهين اهني ابتدت الشريك عنده مثل ما قلت لك طاقة الانسحاب ولكن استيقاضة الفعلي خلال الاشهر اللي طافت ترا شريكك مر بمراحل كثيرة خصوصا ذا كنت من فصلين طانيا مر بمرحلة كان ما هو نايم نايم مش مدرك انه خسرك ابتدى او سيبتدي استيقاضه خلال شهر يونيو مش معنات انه سيرجع خلال شهر يونيو ممكن يبتدي ان يدرك انه خسرك انزيل ما بينه هو هني مش مستعد الى طاقة اللي انا من نفسي رح ابحث عن برج الدلو واعتذر منه واحاول ان ارجع اشوف اهني طاقة اشوف اصلا اذا راح يعطيني فرصة فقد الامل انه انت حتى تعطي فرصة يحس انه غلط في حقك وحكمه كان خطأ على الموضوع في السابق يعني اخطأ عندما تصرف معك بالطريق القديم انت اللي تقدر تحدد هل هو تأخر في عرضه هل تأخر في استيقاضه هل راح تقبله عندما يرجع او ما تقبل هذا هو قرارك الخاص ولكن وجود الكثير من طاقة النار هني ننتهي بالغصن الاول البداية الجديدة كأنما هني طاقة شوي مواجهة اريد ان اثبت لك ان هاي المرة غير عن المرات السابقة الأربعة ممكن يكون كذا مرة انتو انفصلتوا يعني يريد ان يثبت لك ان هاي المرة راح تكون غير عن سابقاتها انه فعلا هو يريد ان يبقى يريد ان يبني يريد ان يقدم لك شيء يثبت به حسن نيته وننتقل الى الاخبار القادمة في طريقك خلال شهر يونيوم اذا انت بانتظار اخبار مثلا فحوصات معينة تأشيرة سفر حجرة اي نوع من الطلبات او الموافقات راح ننظر اليها ان شاء الله اول كرت كرت برج الحود العالمة ثلاث الخماسيات طاقة الالتفاف حول الهدف يعني عندك هدف صح ما تروح له بشكل مباشر تلتف حوله في سبب الالتفافك ممكن لان الطريق الرئيسي الي يؤدي الى مطلبك مغلق فارس النار الفارس الي مستعد ان يتبع اي طريق اي طريق ما عندك تعلق بطريقة معينة كأنما المطلوب منك انه شوي حتى ما باقول لك مبادئك الانسان ما يقدر او صعب ان يتخلى عن مبادئة تخلص من الاسلوب الي تتبعه طريقة تفكير معينة من اجل ان تحصل على مرادك ثمانية السيوف لازم تفعل تبتدي خلال شهر يونيو تحقق لنفسك ماذا تحلم فيها خلال شهر يونيو هي هو فقط بداية حتى ما باقول لك اساس هني اشوفك قاعد تحاول ان تنظر الى طرق اخرى للحصول على مرادك حتى ما باقول لك اساس اذا كنت مثلا تقدم على تشيرة هجرة او عمل في دولة ثانية في اشتراطات الاشتراطات ما راح تقدر تستوفيها بشكل مباشر ولكن في طريقة ثانية في طريقة ثانية انت هنا اشوفك هي كأنما شوي ضد مبادئك او راح راح تبعدك عن اشخاص انت تحبهم في شي في ثمن راح يندفع من اجل ان تحصل على مرادك انت هنا بين نارين بين مبادئك او حتى مش فقط مبادئك ممكن انك مثلا وصلت الى منصب معين مستوى معين انزين ومن اجل ان تحصل على التشيرة او ان تنتقل الى بلد معين في بالك لازم مثلا تنزل الى وظيفة اقل بكثير من مستواك الحالي ممكن هذه الطاقة ايضا ولكن محتاج جدا طاقة المرونة وطاقة الالتفاف طاقة الذكاء برج الحوت راح ننظر اخر شي الى الرسالة التحذيرية لك اللي لازم تنتبه لها خلال هذا الشهر التحذير الذكاء وطاقة المرونة تحذير بجانب الكرتين التحذير طائر أسطوري يتكلم عن طبعا قصة طائر العنقاء بعد رحلة طويلة متعبة يقوم فيها يرجع إلى المكان اللي ولد فيه يحترق من الداخل إلى الخارج لكي بعد فترة من الرماد يرجع جديد من الرماد رماد الماضي يرجع جديد أشوفك هناك كأنما تنتظر رجوع فرصة في فرص كانت متوفرة أمامك قبل كم سنة أكثر من الحين تريد أن ترجع هذه الفرص ولكن الوقت تغير فلازم عشان تحصل على مراتك تتبع أنت نفسك نفسك حافظ على نفسك حافظ على مباتك ولكن محتاج وجهة نظر جديدة في الموضوع لا تحتمد على الأساليب القديمة خلال هذا الشهر لا تحتمد على طريقة التفكير القديمة هذا الشيء اللي أنت قاعد تقدم عليه حتى وإن كانت إجراءات رسمية القوانين فيها سريعة التغيير سريعة التغيير فأنت أيضا لا تثبت هذا الفارس ما يثبت خليك دائما تأقلم سريع الحركة ومرن اللي في الماضي خلاص في الماضي فرصة وأنت ما أخذتها قبل من أجل الفرصة القادمة أمامك لازم تتخلص من الماضي تنتهي شوي من الماضي أوكي إذا مثلا أنت في بالك رح أسافر أو أريد أن أحمل ولازم أحمل بالطريقة الفلانية لازم شوي يكون عقلك منفتح لأن كأنما حملك رح يكون متوقف على اقتباع أساليب بديلة أساليب بديلة أنت أشوفك مش منفتح من أجلها إذا كان مثلا تأشيرة عمل فإهني قوانين واشتراطات التأشيرة ما رح تعجبك أو رح تكون دائمة التغيير فخلك أنت مرن من أجل أن تستطيع أن تواكب 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 التغييرات ونشوف لك الطاقة الحيوانية اللي تحتاجها خلال هذا الشهر طاقة الحمار الوحشي وعنصره ناري تقريبا شوف الثانة زائد تسعة أحد عشر أحد عشر يتكلم عن طاقة المرايا طاقة لما أنت تنظر إلى نفسك في المرايا ما الذي تريد أن تراه من هو الشخص اللي تريد أن تستيقظ لتكونه كل يوم مش فقط تتمنى فعلا ركز ماذا تريد أن تكون في حياتك رح أقول لك ماذا أيضا تعنيه طاقة المرايا طاقة المرايا هي طاقة التلون إحنا دائما قبل أن ننظر أو أثناء ما ننظر إلى المرايا هذا الرقم 11 نكون مستعدين لأن نتغير طاقة الفارس التغيير نغير نتلون أوقات ممكن يقول لك فلان يتلون معناته أنه منافق هنا أشوفك أنت خاف أن يشككون الآخرين في مبادئك أو حتى في مسيرتك هنا محتاج طاقة التلون لما ننظر إلى المرايا نكون مستعدين أن نغير في شكلنا نعيد تشكيل تسريحة الشعر المكياج طريقة اللبس أنت محتاج هذا النوع من الطاقة مش عيب أبدا يا برج الدلو أن تعيد تغيير مسارك الهدف واحد ولكن يجب أن تدرك من أجل تصل إلى هدفك راح شوي يكون في لفه تلف على الموضوع الزيبرة الحيوان طبعا الحمار الوحشي وهو حيوان يتميز بالإبداع خليك مبدع كل شرط يضعونه أمامك أو كل عقبة واجهها دائما نفكر أنها مؤقتة هذا هو الفارس المؤقت لأن وقت اللي أنت فعلا تريد أن تسافر أو تريد أن تحصل على مرادك راح تكون القوانين تغيرت القوانين تشكلت وإنت أيضا المفروض عليك تتشكل تكون مرن معها هذا هو الحيوان اللي سهل بالنسبة لأن يتشكل بسبب الخطوط البيضاء والسوداء اللي على جسمه محتاج وهذا أيضا طاقة التشكيل طاقة النحت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر